تواصل خوارزمية الأنظمة المتطورة أبرزها تشات جي بي تي طرح مخاوف كبيرة التي يمكن أن تؤثر هذه المرة على مستقبل العمال والأعمال في المؤسسات والمنصات الإعلامية موقع أكسيوس طرح تحولات محتملة يمكن أن يشهدها قطاع الإعلام في المرحلة المقبلة والتي ستكون كنتيجة حتمية للذكاء الاصطناعي الذي سيساهم في تغيير نمط نقل الأخبار بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل عقدين وفق أكسيوس ستكون معايير الخبرة والثقة والكفاءة والدقة في تقديم المعلومة أبرز التحديات التي ستواجهها المؤسسات الإعلامية التي تتاجه نحو صحافة الذكاء الاصطناعي حيث سيرتفع الطلب على الخبرة المتخصصة والشركات الإعلامية التي ستحقق الإزدهار وفق أكسيوس هي تلك التي ستتكيف بسرعة مع احتياجات المستهلكين سريعة التغير والمؤسسات التي ستعمل أيضا على محاربة المحتوى الوهمي وإنشاء علاقات مباشرة مع المستهلكين خصوصا وأن المستهلكة للمادة الإعلامية سيتمكن من الحصول على نتائج بحث جيدة باستخدام تقنيات شبهة بشات جي بي تي والبحث أيضا عن مصادر أخبار أكثر أمانا وموثوقية التطورات إذن تتسارع حيث كشفت شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي أوبن أي آي عن تحديث روبوت الدردشة شات جي بي تي فور ليصبح قادرا على إنشاء وتحرير النصوص في حين تشير تقديرات لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف أن أكثر من 60% من المحتوى الإعلامي المنتجي دوليا سوف يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في السنوات الخمس القادمة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر